البنك المركزي المصري أن حجم أرصدت الاحتياطين من النقد الأجنبي نهاية مارس 2018 ارتفع الـ 42.6 مليار دولار مقارنة بشهر فبراير 2018 حيث سجل 42 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار قال رمي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري في صرحات صحفية إن حصيلة تدفقات النقد الأجنبي من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية ارتفعت لأكثر من 75 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 حتى الآن